قدرتهم إحصائية رسمية بتسع وعشرين ألف مهاجر من ثلاث وعشرين دولة إفريقية وقدرتهم منظمات حقوقية بتسعين ألف فيما رسد لهم أكثر من عشرين مليون دولار لإيوائهم مهما اختلفت الأرقام إلا أن تدفقات المهاجرين الأفارقة على الجزائر لطالما شكل جدلا خاصة في ظل توروط شبكات حولت إغرق الجزائر بقوافل من المهاجرين الكثير منهم تتواجد بلدانهم في حالة استقرار ولا تعاني من حروب أعداد المهاجرين من كل جنسية ثلاثون ألف مهاجر من مالي عشرون ألف مهاجر من نيجيريا ستمائة مهاجر من الكاميرون مئتان وثمانون مهاجر من غينيا ثمانية ألاف مهاجر من جنسيات مختلفة ستة ألاف طفل قاصر بدون مرافقة آلاف آخرون من جنسيات مجهولة حملات وانتقادات طالت الجزائر من دول أوروبية بسبب ملف المهاجرين فكانت اتهامات العصرية وسوء معاملة أفارقة أنهكتهم الحروب لكن السلطات الجزائرية لم تتونى الدفاع عن نفسها بالتأكيد أن الطرد طال مهاجرين لم يحترموا القانون وآخرون رحلوا بعد استتباب الأمن في دولهم ترجمة نانسي قنقر